تتواصل لفعاليات مهرجان القاهرة الدولي لتمور بحديقة الأرمان النباتية بالجيزة تحت شعار زراعة اليوم صناعة الغد تأتي الفعاليات في إطار حرص الدولة على النهوض بقطاع تمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة ما بين التمر السوي والبرتمودة والمجدول وغيره من الانتاج المميز لمحافظة مصر تجده هنا بمهرجان القاهرة الدولي للتمور الذي يقام خلال الفترة من الأول وحتى السابع من مارس تحت شعار زراعة اليوم صناعة الغد حيث يصلت الدوء على أنواع التمور المتنوعة التي تحتل بها مصر المرتبة الأولى بنسبة ثمانية عشر بالمئة من الانتاج العالمي مشاركين للسنة التالتة في مهرجان القاهرة للتمور السنة دي يمكن دخلين بصناف جديدة منها البلح الناشف والبلح الفريحي بأنواعه زي السلطاني والفرش والمجدول مجدول الوحاة البحرية يعني مشارك معنا السنة دي النهاردة عندنا أكتر من خمسين عارض من كل محافظات مصر وبعض دول عربية زي ليبيا والسعودية والسودان شعار المهرجان السنة دي زراعة اليوم صناعة الغد مصر زي ما كتير من المشاهدين ما يعرفوش احنا أكبر دولة منتجة للتمور في العالم الهدف الأصيل من إقامة المهرجان لقم واحد زيادة التوعية المجتمعية بأهمية التمور لجودة حياة الإنسان والحاجة الثانية المهمة جدا نحن نتكلم على زيادة تصدير التمور المصرية كأكبر منتج للتمور على مستوى الأمة العربية ومستوى العالم المهرجان يشارك فيه ما يصل إلى 70 منتجا وشركة متخصصة وخبراء من مصر إضافة إلى مشاركات للدول العربية في كل ما يخص الانتاج التمرية بداية من الشتلات والانتاج الزراعي ووصولا إلى المنتج النهائي إضافة إلى الابتكارات الجديدة كسكر التمر والدبس المصنوع من التمر أيضا عاملين تمور تانية بتبقى كويسة جدا شايلين منها النواء وحطين فيها لوز دي بقى عشان الأطفال اللي مش بتحب البلح فبتشجع أن الأطفال تحب البلح دي تالت سنة نحن نشاركوا هنا وجابين أنواع تمور من ليبيا تمور حلوة دقلة النور وتمر حمراية وجابين بسيسة خلطات ليبيا وتكرا وجابين يعني شوية منتجات نعرض فيها هنا جينا بدور خدمي إحنا مزاي كل المعارضين إحنا بنعرضش منتج إحنا مش بنعرضش حاجة استهلاكية إحنا بنعرض الخدمات بتاعتنا في الدرات المشاريع الزراعية إن إحنا نستهدف إن إحنا نركر الزراعية من نخيل في مصر النية وفي ازدياد إقبال من الجمهور الذي يحصل على المنتج من المصدر مباشرة بتخفيضات كبيرة بموسم شراء التمور وذلك مع اقتراب الشهر الفضيل يوفر سلع كتير مختلفة أسعارها هيلة بالنسبة لبرة لو قلنا البلح لو أبسط حاجة بيفرق كتير أو يعني سعر برة كاركا دي التمر بتاعتنا في صف الأسعار بتخلق فرصة للأسعار يعني بسم الله ما شاء الله والمعرض حل وجميل تنظيمه حل ناس مبسوطة شايف كل الناس شارية حاجة بسم الله ما شاء الله حلو مهرجان القاهرة الدولية للتمور يأتي في إطار الخطة التي تقوم بها الدولة للنهوض وتنمية هذا القطاع الواعد الذي ينتظر خلال سنتين عائدا ضخما من الإنتاج التمري للمبادرة الرئاسية لزراعة مليوني نخلة سالي سالم التلفزيون المصري